اخطير الحارس المهربي ياسين بونو افضل لاعب في نهائي الدوري الاوروبي لكرة القدم الذي فاز به شبيلية على حساب روما بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل وبدى بونو سعيدا للغاية باللقب الذي توج به الفريق مؤكدا انه وزملائه كانت لديهم ثقة في رفع الكأس بعد الوصول الى هنا والموسم الذي قدمناه وتصدبون لكرتين خطيرتين اثناء لقاء مليوناردوس بنزولة وتمي ابراهام وابرز خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة في ملعب بوشكاش ارينا بودابست كانت واثقا في ان زملائي سيسجلون هذا اول شيء بعد نجاحها في لتصدي لركلة للترجيح للثانية من الفريق الايطالي حين يراودك ذلك الاحساس تشعر انك حر وتعرف ان بوسعك تصدي لواحدة على الاقل لكن حينما تتيقن من ان فريقك مستعد للتسجيل تخوض ركلة الترجيح بقدر كبير من الهدوء وذكر بونو بان فريقه لعب اكثر من نئة وعشرون دقيقة ايضا في نصف النهائي امام يوفنتوس ما دفعه لتهنئة الفريق ككل بعبارة رائع لا يصدق هؤلاء الفتية لا يزالوا يجرون هذا امر خرافي